بس أبدأ بداية بتقييم حضرتك لبداية مشوار الأهلي في دور المجموعات شايف شكل الفريق إيه أهم الحاجات الإيجابية وأهم الحاجات السلبية من وجهة نظر كابتن فاتحي نصير الحقيقة يعني شوف هو السؤال يبقى سهل لكنه صعب جدا صعب إن أنت بتقييم هتقول لي صعب إزاي راضي ولا مش راضي إذا كنت راضي راضي بنسبة كم في المية وإيه اللي حسس إنه ممكن يكون فيه خلل محتاج عليك بسرعة الخلل ده لأول كرة القدم أحمد علم أصبحت علم مش أصبحت هي علم بس يمكن العلم وصل لنا متأخر فإحنا دلوقتي بس وصل وصل تأكد إنه وصل وصل لنا متأخر لكن المشكلة عندنا إن إحنا فيه حاجات بتمر علينا لأول مرة الحالة اللي بيمر بيها النادي الأهلي رغم سباة المدرب وسباة اللعيبة وسباة الإدارة والجمهور اللي هي عناصر اللعبة كلها متوفرة ما فيش فيها تغييرات طيب هي وصلت القمة هنا الموسم السابق نفس اللعيبة دي مظبوط مفروض أنا هنا من القمة حنزل شوية ده الطبيعي بتنزل شوية هم نتكلم على الأهلي أو غير الأهلي آه دي القاعدة بتقول كده بتنزل آي ثم تصعد تاني لابد لكن اللي حاصل مع النادي الأهلي آه فعلا نزول نزول لكن الصعود أصبح فيه خلل الخلل ده نتيجة الجهاز العصبي فيه خلل في الجهاز العصبي لكل المنظومة الكروية بتاعتنا الأهلي كل المنظومة دي حاجت تصد بها لعبين لعبين والمدرب والجهاز فني وإداري وكله طبعا اللعيبة ظهرة أكتر لأن اللعيبة هي اللي بتقدم الكلام ده في الملع فالناس مش هتحس إيه اللي في المدرب ومش هتحس إيه اللي في الإدارة لكن الخلل باين أكتر في اللعيبة هتقول لي في إيه هقول نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة في إهدار الفرص ما هو معنى أنه فيه فرص إذن فيه تحضير إذن وصول للمرمى إذن جات لي أنه أنت تجيب جول آخر اللاعب اللي هو بيضيع الفرصة بتاعته ده اللي احنا بنونا عليه إهدار الفرص الخلل باقي عنده في الجهاز العصبي يعني هتقول لي يعني هو مجنون لا هو مش مجنون على حاجة الجهاز العصبي هو اللي بيقوم عليه الدور في أن اللاعب يأدي المهارة من خلال التحرك من خلال التسديد من خلال كده الجهاز العضلي بيشتغل بناء على أوامر من الجهاز العصبي طيب معلش كابتن فتحي ده بيبقى بالنسبة للناس طبيعي ومقبول لما يحصل على سبيل الاستثناء لكن لما يكون على أنه هو القعدة هو الأساس ده في حد ذاته اللي بيقلق شوية لأنه ده معناه أنه لا حد اكتشف أو لا حد شخص ولا حد يعرف يوصف العلاج المناسب ده حصل معنا من بداية الموسم حصل معنا في أول مباراة والاستفتحاد العاصمة حصل معنا في الدوري الأفريقي حصل معنا في الدوري المحلي آخر ماطشين قدام الجونة وسموحة وحصل معنا في آخر مباراة شكل واضح وصريح وحصل معنا في مباراة بيديام الشوط الأول يعني ربنا طبعا فتحها علينا والشوط الثاني الأهلي يرجع ثاني وقدر يسجل و beaconة بالدائم دائما لما الأهلي بيسجل هدف القصة دي بتنتهي قصة التركيز أو الضغط الشديد بتنتهي وبيأدى بنقدر نجيب الثاني والثالث وحصل معنا في مباراة ينجا أفريكنز اللي كان ممكن أهلي يفنش هربعة وخمسة بسهولة هو كابتن أحمد شوف أي مباراة أي منافسة لها دوافع أي مباراة لها دوافع أي مباراة لها نتيجة أي مباراة لها هدف فإنت دلوقتي المدرب بيتعامل مع اللعيبة وبيتعامل مع اللعيبة ومع الجهاز العصبي للعيبة فعنده دوافع لأول مباراة اللي هي كاس السوبر عنده دوافع لكن اللعيبة لم تحقق الهدف من هذه المباراة بالفوسبوكاس فأصبح بعد كده دوري أفريقيا اللي هو المجموعة دي السوبر المعمول سيمبا ثم صندوق أي وبرض أصبح له دوافع تانية غير دوافع مباراة السوبر فأنت بتغير عند اللعيبة دوافعها طيب ترجمة نانسي قنقر